موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة المناضي لبهجة أبو غربية أحد قيادات النضال الفلسطيني البارزين خلال السبعين عاما الماضية مرحبا أستاذ بادي أهلا بكم يا سيدي احنا توقفنا في الحلقة الماضية عند دخول الجيوش العربية إلى فلسطين في الخامس عشر من مايو عام 1948 واستعرضنا قبلها الوضع بشكل عام كيف كان وضع القدس صبيحة دخول الجيوش العربية إليها الجيوش العربية كان يفترض أن تدخل في خمستاشر ونحن في قيادة الجهاد المقدس في القدس أقدنا اجتماع في اتناشر شهر وبحثنا لأن الإنجليز كانوا موجودين في القدس وسينسحبون في خمستاشر شهر وحاولنا أن نضع خطط دفاعية لبينما تصلنا الجيوش العربية وننتقل من الدفاع إلى الهجوم الذي حصل أنه كان فيه هدنة عقدها عزام باشا مع صليب الأحمر ومع كذا وكانت سارية المفعول لفترة قصيرة اللي هو من عام الجمع العربي نعم كانت سارية المفعول لفترة قصيرة ومجرد أن انسحب البريطانيين من القدس المندوب السامي انسحب في 14 يوم جمعة مجرد ما خرج المندوب السامي وخرج الجيش البريطاني قسم منه اتجه لحيفا قسم اتجه لفايد في مصر بدأ اليهود هجوم عام على القدس وكانوا قد استعدوا له وثبت فيما بعد ما كتب عن هذه الحرب أن ديفيد بن جوريون رئيس الحكومة وحد كل القوات اليهودية تحت قيادة واحدة البالمخ يوسف سادا تسحاك سادا هذا كان قائد البالمخ اللي هي أقوى قوات وأقدر قوات عندي اليهود الهجناء نفسها كانت هي جزء من الهجناء بس هي كقوات ضاربة شالتيل قائد الهجناء وفسلم قائد وكل الأرجون واشتين وغيرها المخابرات المنطقة العازلة المنطقة العازلة إذا استطعنا نسيطر عليها أول يوم خلال 48 ساعة أعطيك القدس كاملة فكان باختصار اليهود مصممين تصميم لآخر الحدود على احتلال القدس جميعها كان عدد المقاتلين الفلسطينيين أو العرب كان في القدس يعني في القدس في تقديري يعني ما عنديش أحصاء دقيق يعني لا يزيد على الألفين وكان فيه أهالي يعني من نفس أهل القدس شعب شماهير كل واحد شاري إصلاحه وذخيرته من جيبه يعني كانوا يقاتل اليهود كانوا كم يعني ما عنديش كمان رقب معلمي بعد ما عندك شرق معلم لكن بعد عملية التوحيد تتوقع عددهم ككانت كنتك في الجبل نعم مش بس عملية التوحيد هي سبق هذه العملية أنه هم استطاعوا يدخلوا ما كنا يعني اتحدثنا أن القدس كانت محاصرة استطاعوا يكسروا الحصار ودخلوا قوافر ودخلوا قوات ودخلوا ذخائر ودخلوا أسلحة فالقوة عندهم ازدادت كتير يعني اتضاعفت وانكشفت الجبهة على نطاق واسع واللي عنده قوة أكبر باستفيد من الجبهة الواسعة نعم احنا معانش أننا إمكانيات نسكر الثغرات فبدأوا بهجوم على المنطقة كلها في الوقت اللي بدأت معنويات تهبط معنوياتكم أنتم نعم عندك المندوب السامي طلع من القدس الساعة عشر صباحا يوم 14 يوم 14 فورا بدأوا اليهود إطلاق نار مش من 15 ما استنوش حتى يغتنموا فرصة يعني تأخر الجيوش العربية يوم 14 هذا كان بداية لخمسة أيام وصفت بأنها الأيام الحمر أو الأيام الحمراء نعم بسبب كثافة وكانت أقوى معارك تمت في القدس نعم 14 15 16 17 18 مايو 1948 هذه الأيام الخمسة أنت عشتها بكل ما حدث فيها من معارك في القدس بإيجاز خد لتسلسل المعارك هذه أيضا والنتيجة التي أدت لها في النهاية قلت أنا أنه مجرد ما أنه خرج المندوب السامي يوم الجمعة اللي هو 14 بدأ اليهود هجوم عام على كل المنطقة ولكن ركزوا هجومهم على المنطقة الجنوبية من القدس ليصلوا المنطقة الغربية اللي هي المعظم الأحياء اليهودية فيها بالمنطقة الجنوبية المنطقة الجنوبية يعني بوصلها كان يتطلب احتلال القطمون واحتلال البقع بعض أحياء عربية يعني والوصول إلى مستعمرات يهودية كانت قائمة هناك تل بيوت ورمات رحيل ثلاث مستعمرات وأيضا بهذا إذا وصلوا لها هم كانوا حاسبين حساب الجيش المصري هذا معروف يعني بغلقوا الطريق على الجيش المصري إلى القدس لأنه جنوب القدس فبدأوا الهجوم على منطقة القطمون والبقع وكذا واحتلوها في خلال يوم أو يومين حقيقة وحاولوا في نفس الوقت أن يفكوا الحصار عن يهود القدس القديمة اللي انتم حاصرينهم طول الفترة الماضية نعم محاصرة من جميع الجهات ليتصلوا فيهم لو يتصلوا فيهم بصيروا قادرين يتغلغلوا في البلد القديم يعني بسهولة عسكريا وحاولوا من منطقتي أيضا أن يصلوا إلى السور من الجهة الشمالية حاولوا أيضا أن يصلوا إلى السور من جهة هداسة والجامعة الأبرية عمله هجوم فالواقع أنهم نجحوا في احتلال المناطق لجنوب القدس ووصلوا خطهم فيها في منطقتي نجحوا تاني يوم يعني اللي هو أصلا أنا قلت كلمة يعني وما فسرتهاش قلت أنه إحنا كانت معنوياتنا عالية جدا دي أنا، لكن لما تأخر دخول الجيوش العربية يعني كنا معتمدين ومتأملين بدخول الجيوش العربية بنيني بأمانة أمل كبيرة لما تأخر دخول الجيوش العربية عمل عندها نوع من الهبوط المعنوي مع ذلك صمدنا مع ذلك صمدنا تبتصورك أي أسباب تأخر دخول الجيوش العربية إلى فلسطين سيدي الجياش العربي الأردني كان هو المفروض اللي يوصلنا لمنطقتكم يعني لمنطقة القدس حصل أن الجيش العربي تقدم من 15 شهر ووقف عند نقطة بسموها الخان الأحمر على بعد 17 كم من القدس وبقي هناك دون أن يتقدم كنا ننتظره إحنا يوم 14 ليلة 15 ما جاش ثاني يوم ما جاش ثالث يوم ما جاش صار فيه هبوط في المعنويات واليهود ركزوا أعرفتم السبب بعد ذلك لماذا لم يأتي السبب يعني في مراجع موثقة الآن بتقول تذكر منها إيه المراجع دي في كتاب اسمه أو جروسلم يا قدس دومينيك لابييري مألفو أولاري كولينز إنجليزي وفرنسي بقول بينما في شابتر بالإنجليزي عنوانه بقول بينما كان الرؤساء الأركان العرب مجتمعين هذا الحكي في شهر 3 مارس مارس 48 مجتمعين في عمان لوضع خطة لمحاربة اليهود أو ما شبه ذلك جاء ضابط من الجيش العربي الأردني وبعدين بذكر اسمه بريجادير جولدي بريجادير بمعنى الآن بسمه عميد تاجه ثلاث نجا بريجادير جولدي بعرفه يعني وكان عنا في القدس فترة جاء إلى مستعمرة نهاريا هذا موثق وهيكل أيضا ذكره في كتبه نعم نعم ذكر هذا في كتبه نعم نعم جاء إلى مستعمرة نهاريا والتقى بي كذا شمير له قائد الهاجناة هناك مش شمير السياسية وقال له أنا أحمل لك رسالة من جلوب باشا الرسالة أولا أن نقتسم هذا نص الكتابة أنا مش من عندي نقتسم فلسطين نحن وإياكم الأردنيين وفلسطينيين هو بيحكي باسم جلوب باسم الأردن طبعا اتنين أن لا يجري قتال بيننا وبينكم تلاتة نحن على استعداد أن نؤخر حركتنا في منطقتنا لبينما تأخذوا مواقعكم على الخط اللي بتريدو فقال له وهذا وارد يعني قال له نوافق على هذا بشرط أن لا تدخلوا القدس هذا أحد التفاسير أن لا تدخلوا القدس شرط سألوا جولدي أنه طيب إحنا بدنا نؤخر حركتنا لبينما تأخذوا توقفوا على الخط التقسيم أو ستجتزونه سألوا هذا السؤال صراحة فجاوبوا الشمير هذا أمر سياسي نحن جيش هذا بتقرر الجهات السياسية وإذا أمرنا أن نجتازه فسنجتازه واكتازه اليهود وأخذوا 77% من الأرض نعم وليس كما كان مقدر لهم نعم هذا حصل فالتأخير أشيع أيامها لا أقدر أن أوثقه أنه جلوب قال أنه أعطيتهم أربع خمس أيام لليهود حتى يصفوا القدس ما فيش مورد يعني نص في مرجع أما هذا أشيع على أي حال كانت ضغوط كثيرة على جلوب وكانت حجته حجة الأردن أنه هذه منطقة الحجة يعني حسب قرار التقسيم دولية مش لازم تدخلها طب ما اليهود عم بيهجموها وكل يوم بيجيك وفد من البلدية من غرفة تجارية من كده من القدس ويقول لك القدس تسقط بعد ساعة بعد ساعتين وفعلا كانت معرضة للسقوط كانت معرضة للسقوط يعني محتم فيه تفوق وفيه إسرار على الجيش الأخرى الجيش المصري كان قريب من القدس أم بعيد منها في ذلك الوقت الجيش المصري ما كانش قريب من القدس الحقيقة الجيش المصري كان عنده مجموعتين مجموعة اللي هي جيش نظامي اتخذت خط الساحل من الجنوب للشمال اتجاه كان على ميمنتها في المنطقة الجبلية يعني الخليل بيت لحم من بيري السبع وكمل على ميمنتها قوات متطوعة سودانيين ليبيين مصريين إخوان مسلمين تقودها يعني قادة معظمهم ضباط من الجيش النظامي يعني كمالدين حسين مثلا واحد كان منهم معروف الحضري كان ضابط برضو يعني معروف دي اللي كان أحمد عبد العزيز بيقولها أحمد عبد العزيز قبلها وبعده خلف معروف الحضري نعم فهذه القوات كانت قوات غير نظامية ويعني ما عندهاش أسلحة أكتر من الأسلحة فردية تقريبا اللي هما كانوا متطوعين متطوعين شأنهم شأنكم أنتم بالضبط نعم وحتى مع الفارق وهو أنه إحنا أخبر بالأرض والغريب يعني اللي بيجي على الأرض مش خبير فيها يعني بيكون صعب عليه أنتم في القدس كان معكم متطوعين من غير المقدسيين من العرب وفي قواتنا ما فيه لكن في ذكرت أنا في كتيبة جيش الإنقاذ كان كان فيه لكن كتيبة جيش الإنقاذ والقوغجي كل يعني كان القوغجي داخل فلسطين من الشمال نعم أمر من القائد العام للقوات العربية اللي هو الملك عبد الله أن يخرج وخرج وأعطى لقباشا فانسحبت الكتيبة من عنا متى انسحبت خمستاش يعني حينما كانت المعركة على شدها تقريبا في تساطاش بعد نهاية الأيام الخمس الحمراء تقريبا تقريبا لكن هي شارك كانت مهية على الانسحاب القوغجي شارك في بعض المعارك التي تمت في القدس في ذلك الوقت قبل أن ينسحل لا القوغجي أرسل مدفعية من بعيد قصفت من النبي سمويل قصفت بعض الأحياء اليهودية في 25 إبريل 48 أم بهجوم القوغجي أم مع قواته بهجوم مش صحيح مش صحيح أما وصلت مدفعية للنبي سمويل يعني شمال القدس قصفت أحياء يهودية لو رجعت إلى مذكراتك ستجد أنك كتبت فيها أن القوغجي قام بهجوم في 25 إبريل قبل 15 مايو أنا الآن قبل الأيام الخمس الحمراء القوغجي قبل أن ينسحب قام ببعض مش في القدس القوغجي عمله هجوم في مشمارها عيمك أيوة نعم هذه إحدى في مشمارها عيمك صحيح وعمل هجوم في الزراعة في في لكن قوات الإنقاذ لم تشارك في أي معارك في القدس قوات الإنقاذ بمعنى كتيبة الإنقاذ جيش الإنقاذ اللي كانت موجودة في القدس شاركت شاركت ما دعنا أقصد لأن هي كانت كما ذكرت أنت بقائدها العراقي كانت كان مفرز إلي من نفس الكتيبة هادي نعم والمئة وخمسين إنسان غير المئة وخمسين اللي معه غير قوات الفلسطينية المحلية لكن وهذا أنا كمان ذكره في مذكراتي صباح يعني أو ضحى السبت خمستاش أنا جاءني أمر من الرئيس فاضر رشيد خطي موقع منه من الشيخ مصطفى السباعي ومن جمال الصوفي اللي هم يعني معاونينه التنين اسحب كل قواتك إلى داخل البلد القديم لأنه كان له عندي قوات عدو بإمرتي طب طلب منك تنسحب ليه؟ طلب مني أن نسحب وأنا جيته رأسا ليش صدرت لهذا الأمر؟ نعم فقال أنه عنده معلومات بأنه وضعنا صار خطير جدا وأنه فيه واحد من أهل المصرارة هذا كان عضو في لجنة المصرارة اسمه محمد محمد سبتاني أنه وصف له وضعنا أنه خطير جدا فلذلك صدر الأمر قلت له طب أنت سألتني شو الوضع؟ أنا فعلا وضع خطر لأنه اليهود سيطروا على كل الطرق اللي إحنا ممكن نتحرك فيها لكن إحنا ولاد الأرض يعني بنقدر نتحرك رغم ذلك وقلت له إذا أنا بدي أن أسحب لداخل الصور هذه القدس يعني ممكن أقاتل ثلاثة أيام أربع أيام قبل ما أن أدخل الصور خلال ثلاثة أربع أيام يخلقوا مالأتعلموا بتعرفش ليش بصير التطورات رد فعله كان إيه؟ فرأسا قال لي إذا بتقدر توسمه الثلاثة أربع أيام روح سبيته ليش تصدر لأمر؟ صار صادر أمر وبعض الأمر كان وصل لبعض الوحدات اللي مفرزة إلي يعني في وحدة كان يقودها ضابط لبناني اسمه حنة الحلو انسحبت رجعته وشفت حنة الحلو في القيادة عن يعني قد استطعت أن تسيطر على الوضع مرة أخرى بعد الظهر بعد الظهر رجعت كل القوات اللي انسحبت وكان أمر الانسحاب بناء على معلومات خاطئة وليس بناء على معلومات واحد مدني ما بجوز تستند إلها لا يجوز بدون مراجعتي أنا أنا المسؤول في المنطقة الآن استتبى الأمر مرة أخرى والأيام الحمراء الخمسة على أشدها وأنت في قلب المعمعة وفي قلب المعركة المعارك التي دارت في تلك الفترة أولا في البلد القديمة الحي اليهودي كانوا حاجدين فيه اليهودي سبق أن ذكرت أنا في حلقات سابقة قوات من الهاجناة ومن الأرجون وعندهم كميات كبيرة من ذخائر الأسلحة بدأوا يقاتلوا في الأحياء العربية المجاورة وبالعكس أيضا بالمقابل اكسار عليهم هجمات مناضلين فلسطينيين في اتجاه حارة اليهود خصوصا كان عنا فرقة تسمى فرقة التدمير يقودها مناضل مشهور رحمة الله عليه اسمه فوز القطب سميت فرقة التدمير هذه الفرقة القتال المدن قتال صعب جدا وكان مرات المناضرين يحتلوا بعض المناطق اللي هي حارة اليهود اليهود عاملين مداخل ومخارج وأنفاق وكذا يردوا يحتلوها فبدأت فرقة التدمير كل بيت تحتلو تهدو معينهم ملك عرب بس سكنيها يهود حارة اليهود ملك عرب فالمنطقة اليهودية تصغر تصغر نعم هذا معركة معركة حارة اليهود والبلد القديم كانت معركة عنيفة قلت أنا معركة القطمون والبقعة الحاصل من مناطق الجنوبية والجنوبية الغربية سقطت للأسف مش في قتال كبير بقوات متفوقة كانت سابقا يعني ضربوا القطمون وضربوا قوة إبراهيم أبو دايل والمقاومة كانت شكوية واحتلوها بنوع من السهولة أيضا في منطقتي أنا في عنا الجامعة العبرية خلف خطوطنا ومقريب منها منطقة بسموها سينهادريا أو مشيرم احنا المنطقة العربية عازلة بين الطرفين عملوا هجوم على الشيخ جراح نفس حي الشيخ جراح وهو حي مشرف عملوا هجوم واستطاعوا أن يحتلوا جزء من الشيخ جراح يصل بين الجهتين هذا طوق القدس من الجاهية الشمالية ليمنع أي جيش أن يأتينا من رمالة وما شبه ذلك ووضع خطوطي أنا في نوع من النص دائرة يعني محاط خطي بالقوس من نص دائرة وهذا خطير لأنه أي اختراق من الجانبين بيخلينا خارج حتى يوم ما صدر لي فاضر رشيد أمر الانسحاب سألته كان عندنا معلومات أن اليهود عندهم كذا مصفحة لكن ما عندهمش بنزين وفعلا ما كانوش يستعملوا ضدي أنا وكان عندي أنا خمس شوارع فاتحة علي وكنا نسدها حجار صار عندي تصور لما أجاني الأمر أنه فاضر رشيد أجاه معلومات أنه صار عندهم بنزين ومعناته ممكن صير علي هجوم مدرع هجوم مدرع ما بقدرش أقاوم ويمكن فسألك كانت إيه أسلحتك؟ أنا أسلحتي كان في عندي رشاشات يعني طبعا بنادق واستنات وكذا كان عندي رشاشات في عندي مقاوم للدروع شيء بسيط جدا من مخلفات الحرب الأولى مش الثاني العلمية الأولى بويز بيسموه تانك راي في الإنجليز بيسموها بندقية طويلة وطلقة واحدة بترمي الحاصل يعني بس ممكن تخترق الدرع بس شيء تعيس يعني كان عندي هاونات اتنين هاونات برضو أصغر آيار عيار كملي اتنين إنش طيب يعني حينما سقطت القدس بعد هذه المعارك الطاحنة لم تشارك أي من الجيوش العربية في الدفاع عن القدس وإنما المدافعين الأساسيين عن القدس هم المتطوعين الذين كانوا يدفعونها نعم خلال الأربع أيام خمس أيام اللي هي التي انتهت هذه الأيام في 18 مايو 1948 صباح 19 بدأ الجيش العربي يشارك بدأ الجيش العربي يشارك نعم كان في نتيجة لمشاركته؟ هل كانت هناك نتيجة لمشاركته؟ طبيعي طبعا ليلة ما يعني يوم 13 على 14 عفوا نعم يعني يوم الثلاثة ليلة الأربعة الثلاثة ليلة الأربعة صار على منطقة أنا هجوم الليلة 18 ليلة 19 18-19 نعم صار على منطقة هجوم مركز لآخر درجات التركيس وطول الليل والاشتباق قائم والضغط عليه بالمورتر وبالمحاولات الاختراق خطنا يعني متواصلة حتى الفجر والفجر صمعنا صوت مدفع الدخل الجديد أنا كنت على رأس تل يعني مشرف على المنطقة وكان معي رشاشة يعني كنت قاتل بنفسي كمان وإذا مدرعة جاي من جهات رمالله وهي اللي أطلقت نار في الشيخ جراح فعرفنا أنه جاءتنا نجد يعني كنا كل ساعتين نطلب نجدة جيش الإنقاذ الجيش العربية كل ساعتين يعني الجهاز اللي سلكي تاع الجهاد المقدس يطلب النجدات وفعلا كان ممكن كل ساعتين تسقط البلد كلها فلما جاءت المدرعة وكان في المعلومات عنها جيش الإنقاذ مش الجيش العربي مجرد ما أطلقت من النار تغير الوضع احنا صرمنا نزغرط اليهود نسحبوا ووقفوا إطلاق النار مجرد شعورهم بأن جاءت قوة يعني تغير الوضع تماما وفعلا بدأ يعني الجيش بحذر يتقدم من تجاه القدس من طريق رمالة يعني من الشمال أنا حاولت فورا أن أتصل بالجيش لأنه اليهود نسحبوا وطارتهم والشيخ جراح أمام الجيش العربي صار مفتوح لكن هم داخل بحذر حاولت أتصل فيهم لما اقترب سقطت علي قنبلة مورتر من الجيش العربي لأنه كنت في منحنة يعني مش مبين لسه فاضطريت أرجع بمصفحة كنت رجعت وأصيبت يعني جناح المصفحة إن شاء ليس من اليهود لأقول لهم أنه أنا مسؤول عن المنطق المنطقة فاضية تفضل وتقدمهم وحتى قبل ما أتحرك عملنا برقية على أساس جيش الإنقاذ على موجة ليش الإنقاذ الشيخ جراح فاضي إما أن تتقدموا من الشمال أو نتقدم نحن من الجنوب أجيبوا على أساس أنه إحنا نتقدم نتصل فيهم إذا هم يالأد حذيرين فما جناش الجواب لأنه كان جيش عربي ليس جيش الإنقاذ اللي بتقدم أصبت في معارك 19 مايو 1948 ونقلت إلى المستشفى وفي 11 يونيو 48 أعلنت الهدنة الأولى في فلسطين وأنت بقيت في المستشفى إلى 17 يونيو ثم ذهبت بعد ذلك إلى بيروت ودمشق من أجل استكمال العلاج حيث كانت إصابتك خطيرة التقيت مع الحق أمين الحسيني في أوائل يوليو في دمشق كيف كان لقاؤك به؟ عفوا أنا أريد أن أستكمل شيء ذكرناه في الحلقة الماضية بغواد يخول الجيش العربي للأردن للأمانة التاريخية أقول أنه لو لم يحضر الجيش العربي الأردني في 19 لا سقطت القدس وتعاوننا معه فيما بعد تعاون جدي على حماية القدس من استمرار لأنه اليهود ظلوا مصرين على احتلال القدس بوجود الجيش العربي وقاوم في القدس أيضا استطاع من جهة باب الوادي ويعيد إغلاق طريق القدس على اليهود هذا للأمانة التاريخية لقاءك بالحج أمين بالنسبة للحج أمين نعم التقيت معه وفي ذلك الوقت كان الأوضاع صعبة انطباعاته كانت إيه عن سير المعارك وعن مستقبلها الحرب كانت تقريبا مركزة في منطقة القدس كانت مركزة في منطقة القدس واليهود مصرين مع وجود الجيش العربي طبعا لأنهم سيطروا على المدن الأخرى كما أشرنا في حلقة سابقة عكا ويافا اليهود نعم لكن ما فيه الجبهة كان يعني مثلا الجيش العراقي تمتد جبهته من بيسان وجنين والساحل كان الجيش العراقي لحد رمالله الجيش الأردن تقريبا انحصرت قواته في منطقة القدس مش في القدس نفسها يعني من باب الواد يعني شوية من رمالله ومدينة القدس لأن قواته كانت قليلة الجيش العربي فيه تصور بيقال أن الجيش العربية كانت قليلة ولم تكن مدربة وغيرها بصفتك أنت كنت أحد القادة الذين اشتركوا في المعارك في القدس طوال هذه المدة هل القضية هي قضية عدد جنود وغيرها أم كانت قضية عزيمة جندي ولو توفر السلاح والدعم اللازم للمقاتلين العرب بشكل عام كانت الصورة تغيرت في فلسطين سيدي أنا بقول لو كان في قرار سياسي بالحرب وبالقتال كان تغيرت الصورة كان في قرار سياسي بالنسبة للجيش الأردني مش الجيش نفسه يعني القيادة الأردنية والقيادة العراقية أن يخفوا على حد التقسيم اللي فرض عليهم القتال أنه اليهود بدهم يتوسع خصوصا في منطقة القدس فرض فرض القتال عليهم واللي هم من ناحية الجيش وقيادة الجيش جلوب وغيره وبما في ذلك نور الدين محمود قائد الجيش العراقي اللي كان عندنا وطاهر الزبيدي قائد الجيش العراقي في نابلس مش جيين قاتلوا يعني إذن الجيش العربي الأردني كان داخل عشان اليهود تخطوا حدود التقسيم وليس لاسترجاع القدس هو يعني ليش دخل للقدس حكينا فيها دخل تحت ضغط عربي في مقدسي شعبي إنه القدس عم بتموت عمال تسقط والقدس تعرف لها مكانتها يعني والجيش واقف على بعد 17 كيلومتر فدخل لكن كمان مرة بقول لما دخل عد للكفة وصمدنا نحن وهم وكنا بحاجة إليهم وهم بحاجة إلينا يعني عبد الله التل كانوا وغيره وكانوا يعني يشعرون أنهم بحاجة إلينا كمان حينما لقيت الحق أمين الحسين في دمشق في أوائل يوليو 1948 كانت فترة هدنة ورحت أتعالج في بيروت والتقيت مع طبعا زيارة في دمشق يعني كان وفي هذه الزيارة يعني درسنا الأوضاع كان الوضع شبه مستقر يعني الجيش الأردني في القدس وكان كف يدنا يعني كف يد المناظرين إلى حد بعيد وكان فيه هدنة واقف يعني القتال وبالنسبة لليهود يعني كمان كانوا محتلين لكن كانوا لسه مرات كثيرة حاول يعني صير فصار بينه وبينه يعني نوع من الاستعراض للوضع العسكري استعراض للوضع في الله وكان فيه عنده رغبة أنه ننشئ قوات مسلحة يعني للجهاد المقدس ونقويها في القدس وكذا وأنا أكون مسؤول عنها يعني أنت؟ نعم أنا اعتذرت على أساس لماذا؟ اعتذرت لأكثر من سبب يعني السبب الأول أنه الجيش العربي صار حاكم عسكري وكذا هو حاكم البلد يعني أنا ما باستضم بالجيش العربي يعني في المنطقة اليهودية إذا أنا بدي أعمل قوات مسلحة حتى أشيل اليهود أنا والجيش العربي من قدرش نشيلهم نعم صاروا قوة ضخمة جدا بعد الهدنة جابوا مدفعية وجابوا دبابات وجابوا كذا يعني الهدنة أعطت اليهود فرصة لترسيخ أقدمهم فيما استولوا عليهم المناطق في كتاب قرأت أنا بعد الحرب عنوانه The Story of the Jewish Army عن تاريخ الهجناء يقول هذا الكتاب اللي ألفه ناطق رسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي يقول في يوم قيام الدولة اليهودية كان مرتب يعني أن تصل باخرة في نفس يوم قيام الدولة اليهودية تحمل لواء مدرع لواء مدرع بكل أسلحته ليس من المصلحة أن نذكر مصدرها أجل أمريكان معهم قاتل وأجل متطوعين باسم متطوعين ودروع صار عندهم مدفعية صار عندهم بكثافة يعني فأنا إيش بدأ أسوي يعني إذا بدأ أعمل قوات بعدين إيه بسلاح الأيام عبدالقادر الحسيني الله يرحمه اللي هو قريب للحج أمين ما يدرش يحصل هو وإياه على أسلحة كافية أنا ما بدأ يكون عندي قوات ما عندهاش سلاح ما عندهاش ذخيرة إيش أسوي ففيش إمكانية يعني وصفت له أنه ما في إمكانية لإيجاد شغل ما وعتذرت رجعت إلى الميدان مرة أخرى في يوليو 48 ووقعت الهدن الثانية في 1848 كان فيه هجوم يهودي كبير بعدما رسخ اليهود أقدامهم على الجيش المصري في أكتوبر 48 استمر إلى نوفمبر 48 تم حصار الفلوجة في 20 أكتوبر 48 إلى 26 فبراير 49 وأنت شاركت مع الجيش المصري في بعض الأحداث نعم في تلك الفترة أنا كنت في القدس يعني نعم لما بدأ الهجوم على الجيش المصري أحنا كنا في القدس كمناضلين ما لنا دور ما فيش قتال أصلا فيه هدنة مستقرة يعني في القدس وقسم كبير من المناضلين اللي في القدس من أهل الخليل اللي معي واليهود تحركهم ضد الجيش المصري يعني كان فيه خطوره أن يقطعوا القدس عن الخليل طب وإحنا عاديين مكتفين الأيدي فأخذت معاي قوة وتحركت لبيت لحم مشيا حتى بدون أستأذن خالد الحسين اللي هو قائدنا مع ذلك مررت عليه على القيادة قلت له أنا رايح كده معك كم كان معاي حوالي خمسين شاب يعني مسلحين بأسلحة جيدة يعني ايه نوعية السلاح؟ رشاشات وبنادق يعني مش أكثر يعني كان بادي يصير عنا نوع من الرشاشات الثقيقة متوسطة خلينا نقول مقاومة للدرع شويا وأخذنا ذخير مليحة يعني كمية كافية وروحنا مشيا على بيت لحم بيت لحم كان فيها حاكم عسكري مصري وفيها قوات مصرية كان رحمة الله علي أحمد عبد العزيز مستشهد وكان مسؤول معروف الحضري معروف الحضري فدخلت أنا في بيت لحم على قيادة الجهاد المقدس كان في قيادة هناك كان في سرية إبراهيم أبو ديّة موجودة غير وقلت له ما احنا تحت أمركم فقالوا الليلة سقطت قرية اسمها بيتنا التيف وهادي بيضل بينها وبين كفراصيون اللي هي المجمع المستعمرات اليهودية قرية صوريف فبدنا نسكر الطريق يعني نمنع التقدم في اتجاه الشرق وبكرة بتتحرك وتحركنا في اليوم التالي وكان معي كمال دين حسين ومعها مدفعية مصرية محمولة على اللوريات ورحنا لصوريف ووقفنا في مناطق بخبرة أهل المنطقة في منطقها استراتيجية جدا تسيطر على الطريق من جبلين لكن لسوء الحظ يعني في ذلك اليوم بالذات سقطت بير السباح وأصبح كل الجيش المصري في الخليل وفي بيت لحم مقطوع عن مصر وعن الجيش المصري بما فيه الحاكم العسكري وكل القوات المصرية اللي هي حصار الفلوجة صارت بعدها صار بعدها حصار الفلوجة فاليهود كانوا هاجمين على الجيش المصري وانفردوا فيه كل قواتهم حتى في القدس كان اللوحظ بشكل واضح دماما أنه سحبوا قوات كثيرة من القدس بالذات ودفعوها في اتجاه الجيش المصري وتغلبوا عليه الحقيقة للجنوب وبدت تسقط بسرعة بيت جبرين بير السباح إلى آخره ووصلوا لسينة ودخلوا فيما بعد دخلوا سينة ووصل الجيش اليهودي لمطار العريش في هذه الأثناء يعني احنا وقفنا في الموقع اللي كان مطلوب منا كان خلفي لمسافة كيلومتر مجموعة من السودانيين المطوعين مع الجيش المصري قائدهم كان اسمه أحمد أحمديش لا أذكر وكان سندنا التموين وكذا بيت لحم بيت لحم كان الإمداد يعني تصورك أي لسبب التقاقر والتراجع حاسم وأنت كنت في أرض المعركة تصورك لسبب التراجع والتقاقر وأنت كنت في أرض المعركة تراجع الجيش المصري نعم الحقيقة تفوق أولا دخول الجيش المصري إلى فلسطين كان مرتجل كان عند الحكومة المصرية تردد ندخل أو لا ندخل قيادة الجيش المصري أنا أحمد فوزي أحمد فوزي وغيره محمود رياط قالوا لم نتلقى كجيش مصري نظامي أمر الدخول غير قبل بيوم كانوا يعني في عندهم فكرة أنهم يعتمدوا فقط على المتطوعين فما بعد صار قرار ليش القرار تفاصيل كثير يعني فدخل الجيش المصري بنوع من يعني السرعة وحتى نوع من التسرع يعني تقدم بسرعة وتارك حوله وهذه الجيش يعني لما تكون قوية مرات تتقدم بسرعة وبعدين الجيوب اللي خلفها بتصفيها لكن هذه الجيوب كانت قوية فأصبحت هي تقطع الجيش المصري مش هو صفيها فصار الجيش المصري في وضع حرج يعني خلفه لكن كان وضع المتطوعين أفضل من وضع الجيش المتطوعين ما صارش عليهم موجومي كبير اللي هم في الجبل يعني وهم كانوا بيحققوا خسائر كبيرة في صفوف اليهود أكتر من اللي بيحققها الجيش لا ما قدرش أقول ما قدرش أقول رغم أنك كنت معه لا الجيش المصري خصوصا في الفلوجي الفلوجي أنا كنت أعد القنابل اللي ترمى عليها اليهود من الطيارات يعني كنت على مسافة قريبة الحقيقة الصمود اللي صار فيها صار الفلوجي يعني يشرف قرن من جيل العرب اليهود ركزوا عليه يوم سبع أيام بلاياليها مدفعية وطيران ولم يستطيعوا أن يستولع وبعدين عملوا خطة لانسحاب من الفلوجي ورفضها سيد طاها وكانت مؤامرة عليهم يعني معروف يعني خطة دمشق يمكن مرت عليها فالفلوجي صمدت صمود الأبطال أنا بقول لك بعض مناطق مثل بير السبع سقطت بسهولة بعض مناطق يعني لكن يعني في عدة معارك خضر الجيش المصري قاتل برجولي أصبت للمرة الثامنة أصبت أنت للمرة الثامنة في يناير 1949 الإصابة كانت ناتجة عن لغم موضوع في اتجاه اليهود وأنا جاي بسيارة جيب أستطلع الخط الأمامي وكان في قرية ترقوميا بسموها في مدخل ترقوميا حطين ألغام أرضية وأنا كنت حذر جدا يعني وحاسب أن يكون في ألغام لكن صرت تقريبا في البلد وفي ناس ماشيين في اللحظة اللي أمننا فيها انفجر فينا لغم وقعت من السيارة زهبت بعدها للعلاج وتحققت النكبة كما وصفت تاريخيا في العام 1948 تقييمك إيه لحرب العام 1948 47-49 أنت اشتركت في المعركة من بدايتها إلى نهايتها تقريبا التقييم العام أنه كان في تآمر سياسي مع الغرب ومع اليهود من من؟ من الحكام العرب ومن الجامعة العربية تآمر سياسي على قبول التقسيم دون إعلان ذلك يعني لو أعلنوا أنهم بدهم تقسيم ويتنفذ لسه بصير لأحد في صورة أخرى وبالنسبة للجيش المصري ولا مصر ما عنديش تقدير كافي إنما هذا التقدير بقوله بالنسبة للحكومة العراقية والحكومة الأردنية التي كان مسيطرة عليها سيطرة كاملة من الإنجليز أيضا بقوله بالنسبة لجامعة الدول العربية كجامعة الدول العربية المسيطرة عليها من قبل الإنجليز وكلايتون هو رأسها فكان فيه اتفاق سري وضمني أنه اليهود تقوم دولة وياخدوا التقسيم وأنه الجيش العربية إذا دخلت يعني الجيش الأردن يضموا القسم العربي للأردن والعراقي الجيش المصري ليحمي ما أمكن من الأماكن الفلسطينية التي استطيعوا يدخلوها هذا كان التقييم العام طبعا حتى فيه كلام من الجيش المصري ما كانش عارف شواجه الحقيقي كان فيه كلام فيه كتخطيط عسكري أنه تلتقي الجيش الثلاثي الجيش العراقي الجيش الأردني والجيش المصري يلتقوا في هجوم على تل أبيب ويسقطوا هذا هذا نظريا ولم تظهر أي بوادر شعورك إيه وأنت بدأت القتال من العام 36 إلى بداية العام 49 دفنت كثير من رفاقك من الشهداء رأيت كثير يسقطون وفي النهاية سقطت القدس وسقطت فلسطين وأعلنت الدولة اليهودية شعرت إيه بسنوات الكفاحة الطويلة هذه التي قمت بها شعوري الشخصي أنه قامت دولة يهودية وهذه مصيبة وستتبعها يعني توسع أو ما شبه ذلك هذا الشعور موجود كان في شعور بالمقابل أنه هذه مؤامرة من القرن الماضي حتى واستمرت ونجحت يعني لأنه أمامنا قوة كبيرة وأن شعبنا قاوم بقدر ما يستطيع يعني ما تخاذل وهذا يعني بيهدئ النفس شيء فشيء وأنه يجب أن نعمل وفق تخطيط جديد وفق تفكير جديد كلا زال لديك أمل رغم اقتناعك كما تذكر الآن بأن هناك خيانات أو تواطئ على الأقل نعم اتفاق حتى مش تواطئ اتفاق اتفاق أنا ذكرت لك أنه توفيق أبو الهدى وغلوب وهذا في 57 كتاب غلوب جندي مع العرب يذكره حتى بقدر أقول لك أن يصفحك في كتابه وكل المراجع يعني أنه اتفقوا أنه الجيش الأردني يقف على حدود التقسيم والجيش العراقي كذلك أنا التقيت مثلا في عابود يعني في منطقة رمالله مع قائد جحف العراقي اسمه محمد مظلوم قال لي يعني شيء واقعي هذا كان هو الموقع اللي هو فيه مطار اللد وبالتالي تل أبيب يعني أمام العين قال لي شايف الخاتم اللي في أدي قلت له ماله قال لي ما ليش خبرة في الخاتم قال هذا خاتم بنتي لبستني يا في بغداد حتى يدخل تل أبيب هالسا أرجع أقولها ما قدرت تشذب والله وصاري لعن على نور السعيد وغيره أنه عنده الأوامل فالجيوش العربية كانت داخلة قاتل داخلة حرر لكن ما في قرار سياسي بالعكس القرار السياسي ووقفوا على حدود التقسيم ويريد قدروا يوقفوا على حدود التقسيم الرؤية دي كانت واضحة عندي كثيرين ممن دخلوا حرب 48 ومن فلسطينيين والله عبدالقادر الحسيني رحمة الله عليه كان يقول لهذا ماذا قال لك؟ أنا قال لي في بيرزيت لا تصدق الدول العربية موافقة على التقسيم دول العالم روسيا مع أمريكا مع كذا موافقة على التقسيم الجيوش العربية إذا دخلت لن تقاتل التقسيم سينفذ لها الدرجة لكن فلينفذ على أجسادنا مبنى هذه بلادنا يجب أن نقوم بقدر ما نستطيع لننبه هذه الأمة العربية إلى خطولة هذه القوة الصهيونية اللي مستهينين فيها هل تنبهت الأمة؟ هل تنبهت الأمة؟ نسبيا ماذا قررت بعد إعلان الدولة اليهودية وبعد قيام إسرائيل وبعد تحقيق النكبة وبعد وقف القتال نهاية نعم وقف القتال وتصفية جاد المقدس ماذا قررت أنت بالنسبة لك؟ أنا شخصيا قررت أن أجلس فترة أفكر ماذا نعمل ماذا نعمل حتى كتب أشياء لنفسي تحت عنوان أنا تائه ما شعرت بالإحباط؟ إحباط لا بالعكس حتى كل شعبنا أنا أعتقد الشعب الفلسطيني والشعب العربي رغم قساوة النكبة ورغم مآسي المذابح ومآسي اللاجئين ومآسي كذا كان عنده شعور برد الفعل يجب أن نرد على هذه النكبة وقررت أن تواصل الكفاح طبعا بطريق آخر طبعا في الحلقة القادمة أبدع معك مرحلة الكفاح السياسي التي بدأتها بعد ذلك أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة المناضل بهجة أبو غربية أحد كبار المناضلين الفلسطينيين خلال السبعين عاما الماضية في الختام أنقلوا لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر